هنتكلم أكتر عن أخبار الفريق في حلقة النهاردة بس الأول مساء الخير عليك يا أحمد مساء الخير يا سارة ومساء الخير على حضراتكم خلاص كلام نهايي تلاتة تلاتة مش هترجع في كلامك ده الموضوع كانت بيير قوي تلاتة ستة تسعة على كل أحوال إن شاء الله هنتكلم فيه كلام كتير جدا على الكرة بس اسمحوا لي قبل ما ندخل في موضوع أو موضوعاتنا كتير طبعا هروح نطمن على بقسة فريق نادي الأهلي الحقيقة يمكن أنا مش فهم فيه في إيه؟ قصة كهرباء يعني يمكن إحنا في نفس المكان ده يوم الأربع اللي فاتت تكلمنا والكلام بتاع موضوع الدفاتر وقلنا الحقيقة كل تعليقنا على الكلام ده لكن اللي ما كانش مفهوم الحقيقة إنه إحنا منتكلم في 48 ساعة سمعين على وأخبار تنشرت بالفعل وناس بتأكد إنه نادي المريخ السوداني تقدم بشكوى بالفعل لاتحاد الأفريقي تخص طبعا لقطة كهرباء أنا بكلم حضراتكم والكلام ده على مسؤوليتي فيه فرق كبير جدا بين وسائل إعلام لما تنقل معلومة أو لما تقول وجهة نظر فيه فرق كبير جدا بين المصدقية وفرق كبير جدا بين الصبق الصحفي أو الصبق الإعلام الساعة دلوقتي مع حضراتكم تقريبا 6 و 3 دقائق أو 6 و 4 دقائق وأنا بقول لحضراتكم لغاية اللحظة دي الدقيقة دي الثانية اللي أنا بكلم حضراتكم فيها نادي المريخ لم يتقدم بأي شيء رسمي لاتحاد الأفريقي فيه ناس كتير جدا حقيقة بتفكر أنها لما تكتب خبر أو تقول نقلا عن أنه ده يديها صبق صحفي أو يديها صبق إعلامي بشكل من أشكال ويامش مدركة الحقيقة خطورة الموضوع ده خطورة الموضوع اللي ممكن تتخطى بكتير جدا فكرة الإساءة اللاعب على سبيل المثال زي ما كنا نتكلم على وقعة كهرباء لا ممكن تروح أكتر لوقيع بين ناديين أو حتى وقعة بين دولتين وشوفنا زي ما كنا نتكلم يا سارة سنة ريوهات ممثلة قبل كده كتير يمكن إحنا يمكن تحدثنا مباشرة قبل الهوى مع تواصلنا مع المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني اللي أكد لنا أنه حتى اللحظة دي نادي المريخ لم يتقدم بقية شكوى رسمية وأنه لقدر الله لو حتى ثابت بالفعل ليهم أن في تجاوز حصل فهم بما أنه في مشاعر ود كبيرة جدا بتربط بين نادي المريخ وبين النادي الأهلي وأعتقد ده كان واضح جدا في الزيارة الحقيقة اللي بيتهيأ لي أن وقعة كهرباء كانت محاولة لتشويه الصورة الرائعة اللي ظهرت والعلاقات الطيبة جدا اللي تربط بين النادي الأهلي ونادي المريخ السوداني وبين مصر والسودان على كل المستويات سواء كنت بتكلم على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي واللي عايز أكده لحضراتكم أنه حتى ولو حدث تجاوز فأنا واثق حتى من قبل ما مسؤولي نادي السوداني نادي المريخ يتواصلوا مع النادي الأهلي النادي الأهلي هيطبق عقوبة بشكل مباشر جدا على كهرباء لأنه أنا أعتقد أنه واحدة من أهم القواعد النادي الأهلي عودنا عليها أنه ما فيش سكوت عن أي تجاوز وأنه مهما كان حجم المقطع أو أهميته أو تأثيره لابد أنه يتم عقابه لأنه يدير سالة أهم بكتير جدا من مجرد مكسب مباراة أو مكسب ثلاث نقاط النقطة الثانية الحقيقة واللي يمكن سبحان الله بعد دقيقة بسيطة جدا من خروج أو بعد انتهاء الحلقة بتاعت يوم الأربع وكنت كلمت حضراتكم طبعا على التعليقات اللي كانت مش مفهومة والمتعلقة بفتح الدفاتر وأعتقد أنه أنا قلت بما فيه الكفاية وكان واضح جدا من تواصل وتفاعل كتير من جماهير السادسة معنا حتى على صفحات التواصل الاجتماعي أنه رسالة وصلت لكن للأسف الشديد جدا بعد الحلقة ما خلصت بدقائي كنت بتابع مع زميلي هنا في القناة مباراة بتجمع بين الزمالك وبين الإسماعيلي ويمكن دخلت على لقطة غريبة جدا كان فيها حال تحتكاك أو خليني عشان يبقى اللفظ صحيح حال تعتداء من كابتن شيكبالا على كابتن حسين السيد صورة واضحة جدا ويمكن ما حدش تكلم عنها كتير وأنا هنا مش بصدد أن أتكلم عن الواقع في حد ذاتها يعني الواقع رغم أنه الحكم بتاع المباراة ما شفهاش ورغم أنه حكم الفار ما شفهاش ورغم أنه ما فيش حد تكلم عليه خالص وبصرف النظر عن أنها اعتداء أو نرفزت ملعب زي ما تقال واللي سمعت أنه تعليق كابتن حسين السيد على الموضوع إنه شيكبالا أخويا الكبير واللي حصل ده شدت ملعب وخلاص لكن الواقع في حد ذاتها ما كانتش هي اللي بتهميني التعليق الحقيقي بتاع معلق المباراة اللي كان بالنسبة لي علم تسفهم كبير جدا لأن الواقعة دي يمكن تكون من ناحية التجاوز فيها تجاوز أكتر بكتير جدا من اللي حصل في واقعة محمود كهرباء لكن الحقيقة كان فيه إشادة بالأخلاق الرياضية العالية والروح العالية اللي بتمتع بها كابتن شيكبالا في نفس اللحظة اللي كان بيزق فيها كابتن حسين السيد وهو مسك راسه كده وزقها ودي حالة اعتداء واضحة وصريحة بصرف النظر تسميها شدت أو نرفزت ملعب أو تسميها اي شيء تاني لكنها اعتداء محدش اتكلم عليه وهنا اللي بتكلم عليه هو دايما الازدواجية في المعايير اللي في وقت كتير جدا مش بيبقى مفهوم بالنسبة لي وده بالحضراتكم الرسالة دي مش موجهة لشخص بعينه وملهاش علاقة بواقع معينة لكن اي تجاوز هيحصل في حق النادي الاهلي احنا مش هنسكوت قبدا